بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى حق اليقين اليقين من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد لأن اليقين هو ارتفاع الريب في عالم الغيب وهو طمأنينة القلب بأن الله تعالى هو القادر على كل شيء ومن درجات اليقين علم اليقين وحق اليقين انظر إلى كلام ربنا تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم ويقول ربنا تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم السعى في أن يصل إلى اليقين الكامل أن الله تعالى بيده الأمر كله وأنه على كل شيء قدير وأدعوك وأدعو نفسي تعالى بنا نتدبر ونتأمل في حال الكون من الذي يسير الكون ومن الذي يقسم الأرزاق ومن الذي قدر الموت والحياة اسمع تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال أحد السلف والله إني رأيت الجنة والنار قالوا ما تقول يا رجل ركز فيما تقول قال والله لقد رأيت الجنة والنار قالوا وكيف ذلك قال رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيتي لهما بعيني سيدنا رسول الله أصدق من رؤيتي لهما بعيني لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه ما زاغ البصر وما طغل أما بصري فربما يزيغ أو يطغى أو لا يرى الشيء على حقيقته ومن هنا امتلأ قلبي باليقين أني أرى الجنة في وصف سيدنا رسول الله له وأني أرى النار كما حذرنا رسول الله منها هيا بنا نتأمل في أحوال السلف الصالح ومن قبلهم الأنبياء والمرسلين ونرى كيف أن الله تعالى يغير القوانين من الكونية والنواميس والنظم لأجل الإنسان كيف غير الله تبارك وتعالى من حال النار لسيدنا إبراهيم وقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وكيف صنع الله تبارك وتعالى في لحظة واحدة بحرا عميقا صار فيه الموج كالجبال لسيدنا نوح لما دعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونه فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولما انتهى الأمر وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وذنون إذ ذهب مغاضبا لما دخل في عمق بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجاب الله تبارك وتعالى لدعائه ولكلامه والنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس إلى جوار الحائط يشكو ضعف قوته وقلة حيلته وأرسل الله تبارك وتعالى له ملك الجبال لكي ينهي هذه الدنيا لأجل سيدنا رسول الله فقال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله بل ودع الله تعالى وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وهاجر المصرية التي صارت تسعى بين الصفا وبين المروة قال انتهى الماء وجف اللبن في ثديها وانتهى التمر وما أصبح معها لا طعام ولا شراب لا لها ولا لولدها فصارت تسعى بين الصفا وبين المروة وتنظر إلى السماء لأنها قالت لزوجها إذا لا يضيعنا وكأنها تناجي ربها وتحدثه بقلبها فأنزل الله تعالى جبريل عليه السلام على هيئته الحقيقية فضرب الأرض بجناحيه وقال لها من أنت قالت أنا أم ولد إبراهيم قال وإلى من وكلكما في هذا الواد الموحش قالت وكلنا إلى الله قال وكلكما إلى كاف أليس الله بكاف عبدة وفي هذه اللحظة تفجر ماء زمزم من بين قدمي إسماعيل وأصبح إلى هذا الزمان وإلى يوم القيامة لا يعرف الناس من أين يأتي ولا كيف يأتي وأصبح طعام طعم وشفاء سقم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم املأوا قلوبكم باليقين وعلينا أن نثق في الله رب العالمين بقول الخليل إبراهيم فما ظنكم برب العالمين يرضينا ويعطينا وارزقنا وامنحنا بل يحيينا وبأمره وبإذنه سبحانه وتعالى يغير قوانين الكون لأجلنا اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالي من لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم